قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني قال إن إسرائيل في حالة تأهب قصوى لصراع أوسع نطاقا بعد إعلانها استهداف الأمين العام الحزب الله حسن نصر الله في بيروت وضف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه لا يزال هناك طريق طويل لإضعاف قدرات حزب الله مؤكدا أنه لم يتم أعطاء تعليمات جديدة للمدنيين الإسرائيليين فيما يتعلق باستعداد الجبهة الداخلية فتوجيهات الحالية وضعت بالفعل معظم المناطق في حالة تأهب قصوى مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات في حالة تأهب وترصد لمسل هذه التهديدات